مؤسسات أخرية قاعدة تنغيق المغادرة وأحنا حتى نشوف له الوضع العام إنه الشركات قاعدة تغادر ولا تغلق في تونس أكبر برشة من الأرقار هذية أكبر إنه معنى أننا نحن البقر نعتبره أكثر بيسر فجأة يتم الأعلان على إنه يتخذ قرار على فرض الأدئيات المضافة عليهم هذي يسبب لهم مشكلة كبيرة كان هذا تصريح لمعز الحريزي من رئيس جمعية تونس تنتج سينا فان نيفر نعرف اللي أنتي مصدر بتعرف التيران كلم هذا صحيح أنا ما عنديش علم بالرقم عن هذا العدد إنما محقق اللي هذية المبادرة وزارة المالية في قانون المالية 2020 باش تفرض القيمة المضافة على المؤسسات الخدمات ومؤسسات الشركات التجارة العالمية قيمة المضافة هي غلطة كبيرة ولا تختفر وباش تكون عندها تدعيات خطيرة جدا ونعيشوها أنا ما نعرفش العدد صحيح ما عندي حتى علم إنما ما نعرف اللي عشرات الناس اللي نعرفهم في الميدان من مؤسسات خدمات مصدرة كليا ومؤسسات تجارة عالمية حتى لو كان ما مشيوش ثم اللي ماشيين المالطة ثم ماشيين المرسيليا ثم ماشيين المغرب فعلا نأكدوا هذية نأكدوا ما نعرفش العدد أنا ما نعرف عديد من المؤسسات اللي نعرفهم باش تغادر هذة من اللي قدروا بشي غادروا ثم ثم ناس ماشي بشي قدروا بشي غادروا أنا ما بشي ضمحلوا خطر ما ينجموش اليوم اليوم وزارة المالية تقول راد مش نرجعولك تسبقوا الفلوس وبيش نرجعلك ونتي لويش تسبق تضفرض عليه باش السيولة متاعو يحطها الكل عندك انتي ويقعد يستنى فيك بشي ترجعلي وقت اللي احنا الهدف من اللول نحارب وكنا قبل سنوات في مضاء باش هالعملية ارجاع الفائض من قيمة وإضافة يقع بصفة سريعة جدا وحتى في جريحة كورونا عمناول المؤسسات اللي كانت عندهم فائض قيمة وإضافة رجعونهم خمسين في المئة والخمسين في المئة للتوة ما رجعوه لهم ويذا قاعدين معناها بصراحة غلطات فضيعة معناها نخزروا حشرته وبسويلة ناخذوها ونحطموا فاعلين اقتصاديين ونقضوا نقدموا في صباحة معنا نخسروا مواطن شغل ونخسروا تصدير ونخسروا أداءات ونخسروا تمويل للميزانية ما نيش فاهم ما نيش فاهم شنو السبب ساعة ساعة واحد يقول ربي بالحق ما عاتش فاهمين شنو اللي يقع في البلاد سوفراليك نفع النايفور كنت هذي وين ماشيا وين ماشيا اكومند اكومند شكرا 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 اعداد رانيا الساكلي وقراءة اماني اكسوم الانترهيو الأول مع سي محمد بن عمر مدير عام مجمع غان لغرانز اتولياء دونور لبولينا بش نحكيو على سيتي بوا بش نحكيو على القطاع دامبل ما ناس الكل اللي جي بحذين تسنى على هالبلاتو الميزيان وعالطاول الميزيان هذي ساعة برشة أنو يكون بحذين سي محمد بن عمر مرحب بيك يعيشك مرحب بيك ومرحب باليس موفينا الكل مكنتوش هي اللي صنعت هال ايمان انا ما عنديش الحق بش نقول محليها الطاولة بتاعكم انا اللي نعرف وانو اي واحد يجي بعدان يقول لي هالبلاتو هذي العزيز كيفاش عملتوه اخي جايبين مبارا لا 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 صنع محلي صنع متاع نمتاعنا وربما اليوم نحكيو على القطاع الموبيليا الموجهة للمكاتب ونحكيو ايضا على ستيبوة نحكيو ايضا على ربما ما كنتوش كيفاش عايشين اليوم الوضعية صعيبة فما مبيعات فما منافسة كيفاش الامور صايرة اليوم محلي محمد بن عمر هو السكتور قبل كل شي لازمنا نفهم امتي بو شنو السكتور متاعنا السكتور متاعنا مس تقريبا براتيكما الميادين الكل في تونس اللي نظر